لم يأبه هذا الأبيض المتوسط بتعاسة هؤلاء المهاجرين وبؤسهم ليكون الموت على ضفافه مشهداً حاضراً في نهاية رحلة كل قارب هجرة يمخر عبابه منذ أكثر من أربع سنوات فالحروب الدامية التي تشهدها المنطقة العربية والفقر المتقع في أفريقيا زاد من ضحايا سفن الهجرة غير الشرعية ويعد شهر نيسان الجاري الأسوأ في تاريخ هذه الهجرات وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منظمة الهجرة الدولية قالت إن 1750 شخصاً لقوا حتفهم غرقاً خلال السنوات الثلاث الماضية معظمهم من السوريين الحكومة الإيطالية استقبلت الإسبوع الماضي 11 ألف مهاجر غير شرعي على متن سفن وقوارب مشرفة على الغرق إلا أن أكثر من ألف شخص غيرهم لقوا حتفهم غرقاً في الإسبوع نفسه وبهذا الصدد عقد الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً طارئاً لبحث أوضاع اللاجئين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط وسبل إنقاذهم وإيجاد آلية للحد من هذه الهجرة منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية اعتبرت نتائج هذا الاجتماع غير مرضية ووصفت الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي بالمتواضعة كما اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالتقصير تجاه تلك الكوارث الإنسانية المستمرة أما المقرر الخاص لحماية حقوق اللاجئين في الأمم المتحدة قال أن على الدول الغنية أن توافق على استقبال مليون لاجئ سوري بالطرق القانونية لوقف كارثة القوارب في الوقت الذي تشير فيه أرقام الأمم المتحدة إلى أن نصف السوريين والذين يزيد عددهم عن 23 مليون قد تركوا منازلهم هربا من الموت لا يزال النظام السوري يرى هذه الهجرات جزءا من المؤامرة الكونية وأن الشعب السوري يتلهف للعيش تحت سقف الوطن الذي أحالت البراميل المتفجرة زرقته سوادا لبرنامج جولة الصباح نور حداد أورينت نيوز